السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معيه في قناتي اكلنا بالمصري معكم هويدة محمود وان شاء الله النهاردة الفطار بسيط جدا من الاكلات الشعبية الجميلة من غير ولا لحمة ولا فراخ خالص الاساسي في الفطار بطاع النهاردة البتنجان والرومي والبطاطس وهعمل منهم احلى مساقعة بالخل والتوم كمان البطاطس المهروسة بعملها بطريقة مميزة جدا يلا بينا نشوف الفطار النهاردة وكل اللي بيحب الاكل الشعبي يجمع عندي هنا ونقول باسم الله ان قبل ما نبدأ ما تنسوش اللي بيشوف قناتي الاول مرة اشترك فيها ويفعل الجرزة بحواكب واول حاجة هبدأ بيها هحط في البطاطس حوالي ربع كباية من الزيت هحمر فيهم البطاطس بحتاج لوحدتين من البطاطس بقطعهم مكعبات وهحاول ان انا اديهم تحميرة بسيطة في الاول على ما البطاطس تاخد التحميرة البسيطة دي هكون مجهزة البتنجان هحتاج لوحدة بس من البتنجان الرومي برضو هقطعها مكعبات زي البطاطس بالزبط وعلى العين التانية هحط واحدة من البتنجان الرومي غسلاها وبنشفها كويس هحطها على الشبكة علشان تتشوي هرجع للبطاطس هقلبها تقلبتين تلاتة مجرد بس البطاطس ما تتغلف بالزيت وتبتدي يعني تحمر حاجة بسيطة هبتدي بعد كده انزل البتنجان انا بعد ما قطعته مكعبات صغيرة حطيت عليه رشة ملح الملح بيخلي الميا اللي في البتنجان تنزل ما بيخليهوش يشرب زيت كتير هقلبه الاول في الجنب بتاع الطاصة دقيقة كده لوحده بعد كده هخلطهم مع بعض وهبتدي اقلبهم مع بعض لحد ما البتنجان والبطاطس يتحمروا كويس من وقت للتاني طبعا هقلب البتنجان الرومي اللي بيتشوي على الناحية التانية علشان يستوي من كل الجهات البطاطس والبتنجان بدأوا ان هم ياخدوا التحميرة التمام لكن لسه هقلبهم على النار دقيقتين تاني ففي الفترة دي هحمر معاهم الفلفل ممكن استعمل فلفل حامي او فلفل رومي انا هستعمل الاتنين مع بعض يعني بكمية بسيطة هنزل الفلفل معاهم وطبعا هو مجرد ما بيتقلب مع البطاطس لمدة دقيقة او دقيقتين بياخد تحميرة بسيطة ومش بياخد وقت كتير علشان كده انا حطته في الاخر بعد البتنجان والبطاطس ما اخدوا اللون الدهبي ده وعلم الفلفل ياخد التحميرة البسيطة دي هكون محضرة معلقة كبيرة من التم المفروم برضو هحطها مع البطاطس والبتنجان والفلفل يتحمر برضو وياخد لون دهبي فالفلفل انا بحطه قبل البطاطس يعني ما تتحمر بدرجة بسيطة والتوم كمان كده وسعت مكان في الطاصة وهنزل معلقة التوم وزي ما حضراتكم شايفين انا بحمرها في الجنب كده علشان تبتدي تاخد لون دهبي بعد كده هقلب التوم مع الكمية كلها اللي انا بحمرها بكده انا بستعمل كل حاجة في طاصة واحدة يعني ميزة المسقعة دي كمان ان احنا مش هنستهلك مواعين كتير في طريقة تاني ابسط كنت عاملها للمسقعة في القناة كنت عاملها بالبطاطس والفلفل بس برضو طريقة جميلة جدا ان شاء الله حط الرابط بتاعها في صندوق الوصف للي يحب يجرب طرق المسقعة بسيطة وسهلة وبتتحضر في دقايق التوم اخد تحميرة بسيطة كده قلبت كله مع بعضه بعد كده هضيف معلقتين كبار من الخل وده بيدي طعم حلو قوي والمسقعة كده بالطعم ده بالتوم والخل بتبقى زي المسقعة اللي احنا بنجيبها من المطاعم الكبيرة دايما بيعملوا المسقعة بطريقة مختلفة خالص عن اللي احنا بنكلها في البيت كده مش فاضل غير ان انا اضيف اخر حاجة وهي الطماطم بعصر حوالي اربع وحدات من الطماطم وبضيفها للبتنجان والبطاطس مجرد ما بحطها معاهم كده هي بتتسبك وبتتقل يعني في وقت قليل لاني انا الطماطم بعصرها بمية بسيطة جدا مجرد بس علشان الخلاط يلف ما نحاولش ان احنا نقطر المية علشان تتسبك بسرعة وهي كمان ما تاخدش وقت هقلب الطماطم المعصورة مع البتنجان والبطاطس وهخلي النار متوسطة شوية ما نحاولش ان احنا نعليها قوي علشان كمان الصلصة ما تتلسعش البتنجان كده خلاص استوى هشيله من على النار وهبتدي دلوقتي ان انا اقشره كمان هحضر واحدة كبيرة من البطاطس هقشرها وقطعها شرايح وهحطها في مية حطتها على النار وبحط لها معلقة من الملح وهسيبها علشان تتسرق المسقعة كمان بدأت ان هي خلاص الصلصة تتسبك زي ما حضراتكم شفتوها بحط لها نص كباية مية علشان طبعا الصلصة بتتقل وبعد كده هحط معلقة ملح صغيرة ونخلي بالنا من مقدار الملح اللي طبعا البتنجان بعد ما قطعته انا حطيت له رشة من الملح اخر حاجة هحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبكده المسقعة بقت جاهزة مجرد ما تغلي غلوة واحدة على النار بعد اضافة المية هطفئ النار وكده هي خلاص خلصت البطاطس كمان كم دقيقة وهتكون اتسلقت هشيلها من على النار وهصفيها من المية وهبتدي دلوقتي احمر البصل اللي هعمل بيه البطاطس المهروسة بجيب بصلة بحجم صغير وبقطعها مكعبات صغيرة وبشوحها في 3-4 معالي كده من الزيت البصلة مجرد ما بتاخد لون دهبي بستعمل برضو معلقة صغيرة من التوم المفروم دي طريقة البطاطس المهروسة يعني في كتير من الناس بيستعملوا البصل بس بعد ما بيحمروا البصل بيقلبوا معاها البطاطس المهروسة لكن انا دايما بعملها كده بالبصل وبالتوم وكمان بحط اضافة تانية وهي الطماطم بجيب واحدة من الطماطم وببشرها بالمبشرة ولو كنت عزرة طماطم في الخلاط ممكن اخد نص كباية صغيرة بعد ما البصل اتحمر بحط في الاخر يعني قبل ما ياخد اللون بتاعه بحط معلقة التوم وطبعا التوم علشان بيستوي بسرعة بيتحمر مع البصل بعد كده بضيف المقدار بتاع الطماطم سواء المبشورة او المعصورة وبسيبها مجرد دقيقتين بس بتتسبك على طول يعني هي ما بتاخدش وقت ونخلي برضو النار متوسطة علشان الطماطم ممكن انها تتلسع بسرعة بعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح علشان انا بستعملها كمية بسيطة من البطاطس طبعا احنا لو هنستعمل كمية كتير هنضعف الكمية بتاعة البصل والطوم والطماطم كده خلاص هي بقت جهزة والبطاطس كمان انا صفتها من المية هنزلها على البصل والطماطم وههرسهم بالشكل ده وبكده البطاطس المهروسة كمان بقت جهزة وطبعا الطعم ده مميز او يختلف تماما عن البصل المتحمر بس ان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتلاقوا فيه فرق كبير في الطعم باضافة الطماطم وبالنسبة الاخواننا المختاربين فالطرق دي سهلة قوي معاهم علشان يحضروا فطار سريع في رمضان نيجي بقى للبتنجان انا اشرت الاشرق السودة اللي عليه طبعا بعد ما شويناه على النار وحطيته في الطبق وبحط ربع معلقة صغيرة من الكمون واقل منها شوية من الفلفل الاسود ورشة من الملح وعصير نصف لمونة ممكن نحط كمان معلقة من الخل بالنسبة للبهارات انا بحط رشة بسيطة من البهارات هنشوفها دلوقتي ودي برضو بتدي طعم حلو قوي لسلطة البابا غنون هبتدي دلوقتي حط التحينة وعلشان برضو هي بتنجانة واحدة هحط 3 معالق كبار او 4 من التحينة اللمون طبعا بيدي طعم حلو قوي مع الصلطة دي كمان بيخلي لون البتنجان فاتح وصلطة البابا غنون من السلطات اللي اضافتها كتير يعني نقدر نحط فيها اضافات مختلفة وبتتعمل بكذا طريقة دي رشة البهارات رشة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين لكن بتخلي طعم الصلطة مميز قوي الفلفل الرومي من الاضافات اللي انا بقول لحضراتكم عليها يعني مش كل الناس بتستعمل الفلفل الرومي او الفلفل الحامي مع البتنجان في بعض الناس بتعملها بالزبادي وباللبن الرايب يعني لها طرق مختلفة عن بعض وكل طريقة منهم بتدي طعم مختلف انا هخلطهم مع بعض بشكل ده كده مش فاضلة غيرانا اضيف كمية بسيطة من التوم التوم دايما انا باضيف كمية بسيطة جدا في بعض الناس برضو بتحط كمية تكون واضحة قوي يعني مجرد ما تاكلوا الصلطة بتلاقوا الطعم التوم باين جدا واحيانا برضو مش بنستخدم التوم خالص فاضافة التوم حسب ما برضو بنحب وبنفضل ممكن كمان نضيف معلقتين كبار من الزيت ولو حبينا نحضرها بطريقة اسرع هنفرم المكونات كلها مع بعض في الكبة وفي دقيقة واحدة هيكون عندنا صلطة البابا غنوك باحلى طعم وبالشكل ده انا خلصت افطار النهاردة ومنستش طبعا طبق الطماطم المخاللة اللي دايما بقدمه مع افطار رمضان بعد ما بقطع الطماطم شرايح بستعمل معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الاحمر والخل والملح وبستعمل كمان الفلفل الحامي وبالطريقة البسيطة دي طبق الطماطم المخاللة كان جاهز وبكده الفطار كله اتحضر في وقت قلي القوي المسقعة بالخل والتوم والبطاطس المهروسة وصلطة البابا غنوك والطماطم المخاللة وعملت معاهم كمان بطاطس محمرة وبكده كل اللي استعملته في الفطار بالنسبة كبيرة طبعا البتنجان والرومي والبطاطس اتمنى ان افطار النهاردة يعجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمةكم